بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا بكم في بداية فصل دراسة جديد من منهج كيميا 2-3 معكم معلمتكم العنود العتابي ومعنا أستاذة لغة الإشارة نسرين النصار بإذن الله اليوم سنبدأ الهيدروكربونات المركبات العضوية ما هي قائمة محتويات هذا الكتاب كيميا 2-3 لدينا الفصل الأول وهو الهيدروكربونات يوجد فيه خمسة دروس الفصل الثاني مشتقات للمركبات الهيدروكربونية هيدروكربونية وتفاعلاتها أيضا خمسة دروس الفصل الثالث المركبات العضوية الحيوية لدينا أربعة دروس والفصل الرابع وهو الغازات يوجد فيه ثلاثة دروس سنبدأ بإذن الله بسم الله الرحمن الرحيم في الفصل الأول وهو الهيدروكربونات الفكرة العامة تختلف الهيدروكربونات وهي مركبات عضوية باختلاف أنواع الروابط فيها يقصد فيها لها روابط حادية أو ثنائية أو ثلاثية على حسب نوع الروابط تختلف ويختلف المركب لدينا فيه خمسة دروس واحد مقدمة إلى الهيدروكربونات اثنين الألكانات ثلاثة الألكينات والألكاينات أربعة متشكلات هيدروكربونية خمسة الهيدروكربونات الأروماتية سنبدأ بإذن الله في مقدمة إلى الهيدروكربونات الفكرة الرئيسة فيه الهيدروكربونات هي مركبات عضوية تحتوي على عنصري الكربون والهيدروجين فقط وتعد مصدر للطاقة والمواد الخام تأمل معي هذه الصورة المصدر الرئيس للكربونات هو النفط المستخرج من قاع البحر يتم ضخ حوالي 75 مليون برميل نفط يوميا من جوف الأرض تستخدم الهيدروكربونات في الوقود كما تعد مواد خام لكثير من المنتجات من ضمنها اللداء أو يسمى بلاستيك الألياف الصناعية المذيبات والمواد الكيميائية الصناعية ماذا سنتعلم اليوم بإذن لا ستكون تجربة استهلالية المركبات العضوية دحظ فكرة القوة الحيوية والكيمياء العضوية والمركب العضوي تجربة استهلالية كيف يمكنك نمذجة الهيدروكربونات البسيط تتكون الهيدروكربونات من ذرات كربون وهيدروجين وتحتوي ذرة الكربون على أربعة روابط أو أربعة إلكترونات تكافؤ في مدارها الأخير في مدارها الأخير حسب تمثيل لوس لدينا أربعة إلكترونات تكافؤ لذا فإنها تستطيع أن تكون أربعة روابط تساهمية في الاتجاهات الأربعة خطوات العمل اقرأ تعليمات السلامة في المختبر ثم استخدم مجموعات النماذج الجزئية وهي الكرات والوصلات لعمل نموذج بنائي من ذرتين الكربون مرتبطتين برابطة أحادية على أن تمثل كل ذرة كربون بكر فيها أربعة ثقوب وكل ذرة هيدروجين فيها ثقب واحد ثم بعد ذلك صل ذرة الهيدروجين في كل ثقب من الثقوب الشاغرة على ذرات الكربون على أن يبلغ المجموع لها أربعة روابط ثم كرروا الخطوات لعمل نماذج من ثلاثة أو أربعة أو خمسة ذرات كربون في كل مرة على أن ترتبط كل ذرة كربون مع ذرتين كربون كحد أقصى أو أدنى لدينا هنا لاحظ معي فلنبدأ في الإيثان لاحظ معي هنا لدي ذرتين كربون باللون الأسود ذرتين كربون باللون الأسود لاحظ مرتبطتين برابطة أحادية ثم الكربون الأول أو الكربون الأول مرتبط بثلاث ذرات هيدروجين إذن 1-2-3-4 الكربون الثاني مرتبط بثلاث ذرات هيدروجين والرابط الرابعة مع الكربون إذن 1-2-3-4 إذن جميع الروابط حول الكربون ستكون مجموعها أربعة روابط هذا نموذج لدينا نموذج الميثان لاحظ في الوسط الكربون وفي الأطراف الهيدروجين الروابط 1-2-3-4 إذن أربعة روابط حول ذرة الكربون لدينا هنا البروبان لاحظ ثلاث ذرات كربون 1-2-3 الروابط فيما بينها وحدية والكربون الأولى عليها ثلاث ذرات هيدروجين الكربون الثاني عليها ذرتين هيدروجين الكربون الثالث عليها ثلاث ذرات هيدروجين إذن الكربون الأولى عليها أربعة روابط الكربون الثاني عليها أربعة روابط حيث مرتبطة من الجهتين بالكربون ومن الأعلى والأسفل بالهيدروجين الكربون الثالثة مرتبطة من جهة بالكربون ومن الجهة الأخرى بالهيدروجين ومن الأعلى ومن الأسفل بالهيدروجين المهم أن يتم ربط الكربون بأربعة روابط مثلا لدينا هنا هذا هو البيوتان الحلقي لاحظ أربعة ذرات كربون في الوسط لاحظ هنا الروابط الأحادية فيما بينها المهم أن يكون عليها أربعة روابط إذن هنا واحد إثنان سترتبط مع الهيدروجين في الطرف إذن ثلاثة أربعة هنا في الكربون السفلي واحد اثنان ثلاثة أربعة إذن من جهتين مرتبط مع الكربون ومن جهتين مرتبط مع الهيدروجين نفس الشيء هنا من جهتين مرتبط مع الكربون ومن جهتين مرتبط مع الهيدروجين ويتكون بعد ذلك أنواع كثيرة من المركبات المرتبطة معنا على حسب نوع الرابطة فيها إذن إذا لا يوجد لديك هذا النموذج تستطيع الاستعاضة عنه بالسلصال وعواد الأسناء لاحظ معي هذا المركب وهو الميثان صيغته الجزائية CH4 الصيغة البنائية لاحظ معي الكربون في الوسط والأربعة روابط هيدروجين في الاتجاهات الأربعة طبعا في الصيغة الجزائية لا يبين مكان الهيدروجين أين يوجد ولكن في الصيغة البنائية تبين المواقع الحقيقية للهيدروجين بالنسبة للنموذج الفراغي مثل ما مثلنا قبل قليل وهي عبارة عن الكرات المرتبطة بالكرات الجانبية لاحظ المركب الثاني وهو الإيثان ذرتين كربون طبعا هو C2H6 لاحظ C2H6 فالكربون متصل به الكربون الكربون الأول مرتبط بثلاث ذرات هيدروجين الكربون الثاني مرتبط بثلاث ذرات هيدروجين والرابط الرابعة وهي تكون بين الكربون وبين الكربون فيكون بذلك مستقر لاحظ معي البروبان كربون 1 2 3 الكربون الأول مرتبط بثلاث ذرات هيدروجين فهنا يكون عليه من هنا الرابعة الكربون الثاني ذرتين هيدروجين رابطتين نعم هنا الثالثة وهنا الرابعة الكربون الثالث ثلاث روابط مع الهيدروجين والرابط الرابعة مع الكربون نستطيع كذلك رسم هذا المركب بهذا الشكل على أساس أنه في الزوايا سيكون لدي الكربون بمعنى أنها ثلاث ذرات من الكربون مثل ما هو موجود في البروباب ننتقل إلى تحليل النتائج أعد جدولا وأدرج فيه حدد ذرات الكربون والهيدروجين في كل نموذج بنائي عندما تكون عدد ذرات الكربون بإثنين سيعطيني عدد ذرات الهيدروجين بستة عندما تكون ثلاث ذرات الكربون سيعطيني ثمانية ذرات الهيدروجين ترتبط معها عندما تكون أربعة سيعطيني عشر ذرات الهيدروجين ترتبط مع الأربع ذرات كربون عندما تكون خمسة سيكون اثنى عشر ذرات الهيدروجين مرتبطة معها صف كل نموذج بنائي بكتابة صيغته الجزائية إذن سيتو سترتبط مع السيكس من الهيدروجين إذن سيتو اتش سيكس عندما تكون درات الهيدروجين ثلاثة C3 H8 عندما تكون أربعة عندما تكون أربعة لاحظ معي عدد درات الكربون ستكون عشرة الهيدروجين إذن C4 H10 عندما تكون الكربون خمسة C5 H12 حلل النمط الذي تتغير فيه نسبة اتحاد عدد درات الكربون إلى عدد درات الهيدروجين في كل صيغة ثم ضع صيغة عامة للهيدروكربونات ذات الروابط الأحادية هذه هي الصيغة العامة CnH2N زايد 2 عندما الن تساوي 2 إذن Cn هنا سنعوض بـ 2 سنقوم بالتعويض بـ 2 سنقوم بالتعويض بـ 2 زايد CnH2N زايد 2 إذن الـ N ستكون 2 C2H في 2 نقوم بالتعويض بالـ N بـ 2 زايد 2 سيعطيني C2 هنا سيكون أربعة زايد 2 سيكون 6 عندما الـ N تساوي 3 إذن C3H3 في 2 سيعطيني هنا الناتج 6 زايد 2 إذن سيكون الناتج C3H6 زايد 2 سيعطيني 8 وهكذا كل مرة تغير الـ N ستعطيني القيمة أو الصيغة الجزائية للمركبات بالنسبة للإستقصاء كيف تتأثر الصيغة الجزائية عندما ترتبط ذرات الكربون بروابط ثنائية أو ثلاثية سيقل عدد ذرات الهيدروجين في كل جزء وستعكس الصيغة عدد ذرات الهيدروجين هذا سنتعرف بإذن الله عليه مستقبلا مقدمة إلى الهيدر الكربونات وهو عنوان الدرس الأول الفكرة الرئيسة فيه الهيدر الكربونات هي مركبات عضوية تأمل ما المقصود بعضوية تحتوي على عنصري الكربون والهيدروجين فقط إذن هذه مكوناتها كربون وهيدروجين فقط وتعد مصدر للطاقة والمواد الخام إذن هذه هي استخداماتها إذن هي مركبات عضوية تحتوي على عنصري الكربون والهيدروجين وهي مصدر للطاقة والمواد الخام أهدافنا ستكون توضح المقصود بكل من المركب العضوي والكيمياء العضوية تعين الهيدر الكربونات والنماذج المستخدمة لتمثيلها تفرق بين الهيدروكربونات مشبعة وغير المشبعة تصف مصدر الهيدروكربونات وكيفية فصلها سنبدأ في هذا الهدف مراجعة المفردات مخلوق حي دقيق ما هو؟ هو مخلوق صغير جدا لا يمكن رؤيته دون استعمال الميكروسكوب ومن ذلك البكتيريا والأوليات مفرداتنا الجديدة ستكون اليوم بإذن الله المركب العضوي الفكرة الرئيسة في هذا الدرس قلنا أن الهيدروكربونات هي مركبات العضوية تحتوي على الكربون والهيدروجين وتستخدم في أنها تكون مصدر للطاقة وكذلك مواد لاحظ صيغة الميثان ونموذج الميثان صيغة الميثان والنموذج الميثان والصيغة البنائية تأمل وحدد ما هي لبنة البناء في المركب ما هي الذرة التي تجمع الذرات حولها لاحظ معي ما هي الذرة التي تجمع الذرات حولها الكربون أحسنتم إذن هي الأساس في المركب إذن هي الكربون الميثان ما هو الميثان؟ الميثان هو الـ CH4 وهو المكون الأساسي للغاز الطبيعي تعرف على المركب الثاني الآن هذا هو المركب الثاني C2H6 ما هو اسمه من مكتب هنا الإيثان أحسنتم الإيثان إذن لاحظ معي هنا C وحولها أربع ذرات هيدروجين هنا الكربون مرتبطة بالكربون وحولها ست ذرات هيدروجين إذن هذا المركب يزيد على المركب الأول بذرة كربون واحدة وذرتين هيدروجين لاحظ معي ماذا يحدث عندما أزيل ذرات هيدروجين من مركبين من الميثان ثم أقوم بوصلهما معا بمعنى أنني سأقوم بوضع مركبين من الميثان بجانب بعضهم لاحظ معي هذا المركب الأول ثم أزيل ذرات هيدروجين واحدة وهذا المركب الثاني لاحظ معي ماذا سيحدث؟ سيحدث ارتباط فيما بينهم إذن سيتكون لدي مركب آخر وهو الإيثان سيتكون لديه مركب آخر وهو الإثنان هو عبارة عن ضعف لمركب الميثان عندما يقوم بإزالة هيدروجين واحدة منه إذن ترتبط ذرة الكربون ويتكون لديه مركب الإيثان تأمل المركب التالي وهو مركب البروبان كم عدد ذرات الكربون؟ لاحظ 1, 2, 3 وكم عدد ذرات الهيدروجين؟ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 إذن هل تتوقع أن يحدث اتحاد مع ناصر أخرى كالأكسوجين مثلا؟ أي أزيل مثلا الهيدروجين بإمكاني أن أربط معه أكسوجين أو نيتروجين؟ نعم بالإمكان ذلك خم من سبب استخدامها كوقود قلنا أنها في بداية الفكر الرئيسة تستخدم مصدر للطاقة إذن تستخدم كوقود تتحد مع مواد أخرى بسهولة تنتج كمية كبيرة من الطاقة عندما تشتعل وتستخدم كوقود لاحظ معي هذه الصورة طبعا لدي عدة أنواع من السيارات هنا الكبيرة والصغيرة ما هو الوقود المستخدم في السيارات والشاحنات؟ مثلا عندما تركب سيارة أو حافلة فإنك تستخدم الهيدروجكربونات القازولين والديزل الذين يستخدمان في تسيير السيارات والشاحنات هذه كلها من المركبات الهيدروجكربونية ما المقصود بهذه الكلمة؟ مركبات عضوية ما سبب استخدام عنوان هذه الفقرة بالمركبات العضوية؟ لاحظ معي هذه الصورة لدي كائنات حية عديدة طبعا من خلقات الأرض تقريبا منذ ملايين السنين يوجد لدينا أنواع كثيرة من الحيوانات بعضها انقارط وبعضها مازال موجودة إذن المركبات العضوية سميت بذلك لأنها ناتجة أساسا عن مخلوقات حية عضوية مخلوقات حية عضوية عرف الكيميائيون في بداية القرن التاسع عشر أن المخلوقات الحية ومنها النباتات والحيوانات تنتج قدرا هائلا ومتنوعا من مركبات الكربون بعد وفاتها وحصولها على ضغط قوي وحرارة عالية في باطن الأرض لاحظ معي هذه الصورة خلق الله تعالى أجسام المخلوقات الحية من مجموعة مختلفة من المركبات العضوية ووهب لها القدرة أن تنتجها أيضا حدد مركبين عضويين درستهما سابقا أي مركبين عضويين بمعنى يوجد فيه كربون وهيدروجين عضويين بمعنى يوجد فيه كربون وهيدروجين إذن الميثان أحسنتم كذلك سكروز والجلوكوز الآن انظر لدي درستم في المرحلة المتوسطة هذه الصورة ماذا يقصد فيه من هو هذا الشخص؟ من هو هذا الشخص؟ هو العالم دارتون أحسنتم إذن استرجع معلوماتك واذكر بنود نظرية داتر طبعا قال أنها تشبه إذن استرجع معلوماتك أولا قال أن المادة تتكون من ذرات أحسنتم أيضا قال الذرات لا تنقسم إلى أجزاء أصغر منها رائع أيضا قال ذرات العنصر الواحد متشابهة بمعنى أن النحاس ذراته متشابهة لجميع مركب النحاس تختلف ذرات العناصر المختلفة بعضها عن بعض بمعنى أن الحديد يختلف عن الأكسوجين يختلف عن الفلور وهكذا أيضا صور دارتون الدر على أنها كرة صلبة تشبه الكرة الزجاجية الصغيرة إذن هذه معلوماتنا السابقة الآن عندما قبلت نظرية دارتون في بداية القرن التاسع عشر بدأ العلماء الكيميائون يفهمون حقيقة أن المركبات بما فيها تلك المصنعة من المخلوقات الحية تتألف هذه المركبات من ذرات مرتبة ومرتبطة معا وبتراكيب محددة تمكنوا من تصنيع الكثير من المواد الجديدة والمفيدة لكن لم يتمكنوا علماء من تصنيع المركبات العضوية استنتج العلماء أن عدم قدرتهم على تصنيع هذه المركبات قالوا أن هناك قوة حيوية في هذه الكائنات لا نستطيع تكوين منها مركبات جديدة واعتمدوا على مبدأ أن المخلوقات الحية العضوية لها قوة حيوية غامضة تمكنها من عدم تركيب المركبات عندما أرادوا تركيب هذه المركبات منها طبعا سابقا عندما لا تكون المعلومة مجهولة سيصبح هناك خوف من هذه المعلومة أو من التحقق منها من دحض هذه الفكرة؟ دحض فكرة القوة الحيوية دحضها العالم فوهلر وهو عالم كيميائي ألماني كيف ذلك؟ كيف قام بتحضير أول مركب عضوي؟ أين؟ في المختبر إذن قام بالتحضير إذن كسر هذه القاعدة وجرب تجربة فوهلر أثبتت بطلان نظرية القوة الحيوية قال لا توجد قوة حيوية بهذا الشكل إنما بإمكاننا أن نقوم بتحضير هذه المركبات إذن باستطاعتنا تحضير المركبات العضوية في الكيمياء هم المركبات الكيميائية عبارة عن نوعين النوع الأول مركبات العضوية والنوع الثاني مركبات غير عضوية قلنا أن العضوية تأتي من الكائنات الحية إذن تتكوى من مركبين ومن العنصرين هما الكربون والهيدروجيني إذن المركبات التي تحتوي على الكربون تسمى عضوية طيب والغير عضوية ماذا ستكون؟ هل تحتوي أيضا على الكربون؟ لا إذن المركبات التي تحتوي على أكاسيد الكربون والكيربيدات والكربونات وليس الكربون إذن الكيمياء العضوية ما المقصود بالكيمياء العضوية؟ لاحظ معين ما هو الكربون؟ الكربون يقع في المجموعة الرابعة عشر عدده الذري ستة عدد الكتلة له اثنى عشر رمزه سي وهو من المواد الصلبة إذن المركب العضوي هو المركب الذي يحتوي على الكربون عنصر الكربون قلنا يقع في المجموعة الرابعة عشر أيضا له عدد ذري ساوي ستة ما هو التوزيع الإلكتروني لعنصر الكربون؟ قلنا أنه يساوي عدده الذري ستة إذن 1s2 2s2 2b2 إذن هذا هو التوزيع للكربون أيضا الكربون في المجموعة الرابعة عشر إذن إما يكتسب أو يفقد بالأربعة يعني يشارك بإلكتروناته الأربعة أيضا يكون أربعة روابط تساهمية وهذا يعطيني نوع الروابط التي يكونها الكربون نوعها تساهمي تتحد ذرات الكربون مع ذرات الهيدروجين أو مع أي ذرات أخرى مثل الوكسجين النيتروجين والكلور مثل كذلك الكبريت والفسفور والهالوجينات الهالوجينات وهي عناصر المجموعة السابع عشر وهي الفلور، الكلور، البروم، واليود يطلق على هذه المجموعة بمجموعة الهالوجينات قلنا أيضا أن الكربون يشارك بإلكتروناته دائما وهذا هنا مشاركة لدينا هنا مركب البيوتان حيث أن عدد ذرات الكربون هنا يكون أربعة روابط تساهمية لاحظ هنا في الجهات الأربعة لاحظ فلنأخذ مثلا مثال عليها هنا هذه الذرة في الجهات الأربعة إذن يكون أربعة روابط تساهمية هذا واحد إثنان ثلاثة أربعة إذن تحيط بالكربون من جميع الاتجاهات بنفس الطريقة والكربون الثاني واحد إثنان ثلاثة أربعة حتى تنتهي من جميع ذرات الكربون تتحد ذرات الكربون مع ذرات الهيدروجين أو مع ذرات عناصر أخرى مع الأكسوجين مع النيتروجين لاحظ معي هذا المركب مثلا الميثيل قمت بنزع ذرات هيدروجين ووضعت بدلا منها النيتروجين أيضا مع الأكسوجين لاحظ ارتباطه مع الأكسوجين وهنا ارتبط الأكسوجين مع الهيدروجين في الجهة المقابلة أيضا بإمكاني الأكسوجين أن يرتبط بالجهتين مع الكربون فيعطيني مركب الإيثر ما هي تركيب المركبات الكربونية؟ إما أن تكون سلاسة مستقيمة أو تكون سلاسة متفرعة أو تركيب حلقية أو تركيب شبيهة بإقفاص العصافر إذن بإمكاني أن ترسم بهذه الطريقة كل زاوية في هذه المثلثات أو الزوايا ستكون عبارة عن ذرة كربون إذن بإمكانك عدها سيصبح لدي هنا 12 ذرة كربون إذا قمت بعد الأخرى في السطر الثاني سيكون 14 ذرة كربون هنا ستقوم بعدها إلى أن تصل إلى النتيجة النهائية سيصبح لدي 16 ذرة كربون وهكذا السلسلة بإمكانها تكوين ألاف السلاسل من ذرات الكربون المرتبطة معا أيضا لاحظ هنا عدد ذرات الكربون هنا في هذه السلسلة ثلاثة وهو البروبان لاحظ هنا زادت أصبحت أربع ذرات كربون وهو البيوتان هنا أيضا زادت وأصبحت خمس ذرات كربون وهو البنتان إذن هذه هي السلاسل الطويلة بإمكاننا أن نقوم بزيادة الكربون والهيدروجين في كل مرة إذن تتحد ذرات الكربون مع ذرات كربون أخرى وتكون سلاسل تتراوح أطوالها ما بين ذرتين وهو في الإيثان إلى ألاف الذرات من الكربون في سلاسل متعددة لاحظ أيضا أمثلة أخرى لاحظ هنا واحد هنا اثنان إذن هنا لدي مركب وهو البيوتان وهنا أيزو بيوتان إذن هنا ارتبطت الكربون بالكربون الوسطية فأعطاني مركب مع العلم أنها كلها أربع ذرات كربون ولكن باختلاف مكانها سيعطيني تسمية جديدة ومركب جديد أيضا هنا لاحظ المركبات هنا واثنان يوجد روابط ثنائية فيما بينها أو روابط ثلاثية على حسب المركب لاحظ هنا حلقة إذن ستعطيني آلاف آلاف من المركبات المتكونة معنا أيضا هنا لاحظ وهو المتشكلين للجلوكوز الجلوكوز والدي جلوكوز لاحظ هنا ارتباطها عندما تكون الكربونيل في جهة مقابلة للجهة الأخرى ستعطيني مركبين للجلوكوز إذن هنا أيضا ارتباطات ومركبات أخرى لاحظ هنا قلنا أنها عبارة عن حلقات إذن لاحظوا الصورة هذه هي الحلقات أو ممكن أن تشبه أقفاص العصافير لاحظ هنا أيضا المركب عبارة عن ارتباط ما بين الكربون وذرات أخرى أيضا تعطيني سلاسل طويلة من الذرات المرتبطة معا لاحظ هنا عندما تكون كشكل أقفاص عصافير ستتحرك بهذه الطريقة عبارة عن الكربون باللون الأخضر مرتبطة بمواد أو بعناصر أخرى لاحظ أيضا هذه السلسلات طويلة جدا ومركبات عبارة عن حلقات سداسية إذن في سؤال ماذا قرأت فاستر لماذا يكون الكربون الكثير من المركبات لاحظ أنه يكون العديد من الروابط باختلاف العناصر بطولها برابطة أحادية أو ثنائية إذن يكون لأنه قادر على تكوين أربعة روابط تساهمية مع الذرات الأخرى ومن ذلك أيضا ذرات الكربون قد تكون روابط أحادية أو ثنائية أو ثلاثية إذن يختلف تركيبها يختلف ترتيبها يختلف أماكنها فتعطيني مركبات جديدة وتعطيني الكثير من المركبات ارسم خريطة مفاهيم توضع فيها نواع تراكيب مركبات الكربون وهي عبارة عن أربعة سلاسل مستقيمة سلاسل متفرعة تراكيب حلقية وتراكيب أشباه بأقفاص العصافير هذا السؤال الأول في التقويم السؤال الثاني يعرف المركب العضوي المركب الذي يحتوي على ذرة الكربون إذن يسمى بالمركب العضوي أكتب التوزيع الإلكتروني لعنصر الكربون وعنصر الكربون قلنا يقع في المجموعة 16 عدده الذر 6 إذن هذا هو التوزيع الإلكتروني للكربون إذن ماذا تعلمنا اليوم؟ قمنا بعمل تجربة استهلالية وأيضا نخذنا المركبات العضوية وتحت فكرة القوة الحيوية عرفنا الكيميا العضوية وأيضا المركب العضوي لديك نشاط منزلي سم مركب عضوي وضح ما يدرسه عالم الكيميا العضوية إلى هنا الطلاب نصل إلى نهاية درسنا لهذا اليوم شكرا لكم لحسن استماعكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا لكم